سلامة و مرحبا بكم شاء الله تكونوا في صحة و خير و عافية كيف ما تشوفوا اليوم جيتكم وصفتين نجمو يكونوا دبارة تفطور نجمو يكونوا دبارة تعشي وصفتين بنين برشا وصفة لولا بش نعملو كفتا بالبروكلو بنينة برشا برشا ومهيش شربا زيت انتاحا وديكم خفيفة وبنينة كيف ما تعرفوا توا وقت البروكلو نستغلو الفرصة والوصفة الثانية بيش نعملو كامونية بالكبدة كامونية تونسية بالكبدة على وصولها بيش نعليكم الطريقة نتاعي كيفاش نطيبها وحاجة تعمل ستة وستين كيف فطور بنين برشا مشارا يعجبكم الفيديو مشارا تعجبكم الوصفات وكملو الفيديو للاخر متنسيوش بتبعها اللايك والكمونتير نبدو باسم الليل هنا اخذت انا زوز روس متوسطين بتاع بروكلو تنجمو انتوما تاخذو الكونتيتي اللي تساعدكم حسب افراد العائلة اغسلتهم مليح بسرعة تبعا نظفتهم شللتهم مليح مكل التراب اللي فيهم ولا اي حاجة اللي فيهم خليتهم لهنا حتيتهم في وسط طنجرة عبيتها بالماء وحتيت وريق قطران لهنا الطنجرة راهي صغيرة شوية من بعد راني بدلتها خليت الماء اللي نيفوت البروكلو متاعنا وحتيت لنا مغرفة صغيرة متعمل حبش نخليهم يتيبوا مليح مليح البروكلو لزم يتيب مليح 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 في نفس الوقت لهنا خليت كعبتين متوسطين بتاع بطاطا قشرتهم كيف ما تجوفوا قاسيتهم هكي كمو كعبت متوسطين مهمش كبار ومهمش صغير وشللتهم مليح مكان شيء اللي فيهم ولا هنية باش نحطهم في طنجرة فيها ماء وكيف كيف باش نحط عليها شوية ملح مغرفة صغيرة متاع ملح ونخليهم هما زيدا يتيبوا هذي البطاطا ببعدك باش نزيدوها للبروكلو خاطر كيف ما تعرفوا البروكلو تري برشا راهو تنجم الكفتم تيانا تجينا من بعد كي يسر تري ومتتشدش ويسر حسيلو هكي خفيفة برشا لهنا البروكلو كيف ما تشوفو طاب استقطرتو مليح 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 من الماء وباش نرفسو لنا البروكلو حاولوا قد ما تقدروا استقطروه مليح مليح راهو يقعد يشد الماء بالقدام بعد ما نكمل نرفسو لاني باش نعود نخليه استقطر لهنا كيف ما تشوفوا بطاطا متاعي طابة ساية زيدا باش نرفسها وهي سخونة ومن بعد كي نجيب اكل البروكلو بعد ما خليته استقطر مليح ناكد عليكم خلي وهي استقطر مليح 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 نحطوا معاه وباش نخلطهم بتبيع مبعضهم ونجربوها صدقوني خطر نعرف برشا صغيرات ما يحبوش يكلوا البروكلو وطوا كيف ما تعرفوا بقت البروكلو فيه برشا منفعة حاولوا اعملوهم بالطريقة هذيه وشوفوا البنا وشوف وصغركم كيفاش يكلوهم لهنا زادت عليهم انا متى جرام جبن مرحي وهذا حاجة اختيارية نجمو تحطوها هو الا ليه وزادت عليها شوية مع دنوس ومن بعد كي نفوحها بتبيعه وباش نزيدهم دوز مغارف كبار متاع الشابلير الشابلير اللي هو راو الخبز نحمروه في الفور ومن بعد كي نرحيوه هذيك هو الشابلير خطر فمش كون سألوني قادلوا لشني معناها الشابلير وهو اللي باش يشرب بنا اكريم تص السوائل اللي في البروكلو باش ميخليش قطيكم وبعد كيف تمتعنا جيناترية برشا لهناي حتيت عليها نص مغارفة صغيرة متاع ملح حتيت لهناي نص مغارفة متاع تابل وانا باش نزيد نحط عليها فلفل زيناء الفلفل اللي عندي هذيك راو حلو جسا نحب نبدل اللون بتاح ويعطيني جوه هكا بنين وذي اختيارية نجمو تحطوه نجمو متحطوش طو باش نخلط الخليط الكلو وباش نلمو بالعظم العظم اقعد وزيدو بالكعبة بالكعبة وانتو ما وحسب الخليط اللي عندكم انا اخذت مني كعبة اكاهاو كملت لهناي باش نكم ما نخلطها مليح ونخليها هي على جنب ونمشيوه نضب نطيبو الوصفة متاعنا الثانية اللي هي كمونية بكبدة الدجاج بنا على بنا لهنا كيف ما تشوفو خذيت راسب صل صغير قصيتو ومعاه اربع سنون بتاع ثوم رحيتهم وباش ناخو عليهم مغارفة كبيرة مغارفة كبيرة متاع تماطم نص مغارفة صغيرة متاع كوركم نص مغارفة متاع تابل واخذيت عليهم مغارفة كبيرة متاع في الفنزينة وشوية كليل وزعتر واخذيت نص فرطل متاع كبدة متاع جيش كيف ما تعرفوا الكبدة نضبتها مليح وخصلتها بالخل وبالمية مليح 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 باش تنحى منها اكل رحي هذيك الخيبة وانا نرن الكبدة نغسلها بشوية ماد سخون نحطها بريسك ثلاثة دقايق في المية سخون ومنبعدك النحية لهاي حتيت الطنجرة متاعية على الجاز كيف ما نشوفتو حتيت فيها شوية زيت مش برشة قدرها كيكة ثلاثة مغارفة متاع زيت وحتيت لبصل والصوم قلتهم مليح بشي سيبولي اكل رحة مبعادهم بصراحة لبصل والصوم رحتهم برك الله ومشاء الله حتيت عليهم الكبدة انا هذي الطريقة متاعية ما نحطش للطنجرة هي لولا انقلل الكبدة قبل في البصل والصوم بشي يخضوا الجوه متاحهم ومنبعدك نزيد عليهم الفحات لهني بش نحط الطنجرة كيف ما قدت لكم مغرفة كبيرة متاع الطنجرة ملح والملح حسب الضوق بالتبيعة حتيت لهني مغرفة صغيرة متاع تابل وشوية كليل وزاتر ومغرفة كبيرة متاع فلفل كيف ما قدت لكم والفلفل وانتما والفلفل اللي عندكم كانت عرفوها حيث يا ليني بش نقليهم جوستو شوية على خطر ردوا بيكم الكبدة متاع الجيج راهي ترييا برشة وفي ساعة تفتفت انا بش من نحرق الش لفحات متاعي والفلفل كيف ما تعرفوا والتيب اللي يتحرقوا في وسط الزيت نقليهم في شوية مي سخون ديمة كيف ما تعرفوني المي ديمة يغلي فوق الغاز ونمرق كان بالمي سخون بش نخليهم يتقليوا شوية في المي هذكا ومنبعدك بعد مي تقليهم بشوية مي متكسروش الماء في الكمونية على خاطر الكبدة لا يوجد روح في ساعة تيب نغطيها ونخليها تيب على روحها وفي نفس الوقت نحضر الكفتة الكفتة كيف ما تشوفوا راي بش تشرب اكل الشابلورش ربك السوائل الي في البروكلو الكل وما هيش بش تجيكم مترية من داخل برشة لهنا انا جبت سحن حتيت فيه شوية فارينة وبش نحاول شفتوها كيف هيش كنحطها ما بين يديك ايكا ما تتلصقش على خاطر ما فيهش ما جملة راي شربت الماء الكل لهنا انا حبيت نبدل الشكل متاع الكفتة المدورة الي نعرفوها الناس الكل التويسة لكل الكفتة دي ما مدورة حبيت نعمل شكل جديد كيف ما قلت لكم هذي الكل بش نودوا صغيراتنا ونخليهم يكلوا الحاجة ونشهيهم بش يكلوها لانا انا شكل غطستهم هكيكا لفيتهم في الفارينة مليح على خاطر اكل فارينة هي اللي بش تعطينا تجرميشها اللي بنينا من بعض ونحطهم نحضر كعبتي الكل مع بعضا ونحطهم في سحن هكيكا وفي نفس الوقت راني انا حتيت القلايا فوق الغاز حتيت فيها كنتي تيبه يمتاع زيت ردو بيكم تحطوا شوي على خطرها وفي سعي تحرقها كيكا والكفتة متاعكم تتحرق من بره وتقعد نيا من داخل حذرت انا القلايا حتيتها بتبع كيف ما قلت لكم فوق الغاز خليت الزيت يسخن مليح ووقت اللي انا قادا نحضر في الكفتة متاعي هكيكا الكلها وبش نحطها بحذية خطر من بعض بش ما يزربنيش الوقت وتقعد الزيت كيكا في القلايا ويسخن مليح لاني ردو بيكم تحطوها في زيت بيرد على خطر تشرب لكم راي زيت برشا ومو بعديكم يجيكم منفخة برشا بالزيت خليوا وزيت يسخن مليح النار راي ما هيش قوية برشا او ما هيش زادة ضعيفة النار متواسطة بش الكفتة متاعنا التيب تتحمر مليح من بره ومامتون راي زادة التيب من داخل ما تقعدش نايا ما تنسيوش الي راي فيها العظم نايا لاني بعد ما هما طابوا عجنة بلول بش نقعدة كيكا نقلب فيهم مليح حتى لين يتيبوا ومدخلي وهمش يخذوا اكل لون الغامر خلوهم يخذوا لون هكي دوري مزيان نكمل كعبة الكفتة الكل في نفس الوقت انا الكمونية راهي طابت زيتها في اللخر بالكل نص هكا مغرفة صغيرة على رسل مغرفة حتيت شوية كمون على خطر ان الكمون منحطوش ملول ردوا بلكم تحطوا الكمون في الكمونية ملول راهوا ايمرر الميكلة بصراحة والكمون ما يحبش يقعد يتيب برشا راني طوى في اللحظة هذي كان حتيت الكمون وتفيت عليها القاز الكفتة متاعنا حضرت كيف ما تشوفوا ومان شاهيكم هذو ما الكعبة عملتهم مدورين بنا على بنا وكمونية بكبدة الجيش ما نحكي الكموش على البنا بصورتول الناس اللي عندهم فقرة دمنا نصحكم بيها رأي كلها منفعة ولهنا كيف ما تشوفوا الكفتة متاعنا مشار بيتش زيت شيحة طيبة في حقها بنا بنا ما نحكي الكموش توا وقت البروكلو استغلوا الفرصة واعملوا طيب والبروكلو بالحق حاولوا واعطيوها لصغيراتكم خطر كله منفعة ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو ويعجبوكم الوصفات هذي تنجم تكون دبارة للفطور دبارة للعشاء حاجة خفيفة في ساعة تحذر ما تخوش برشا وقت اون بلوس لكلها منفعة وطيب ما بقاليكين بشو نقلكم بسليما وفي لامين الناس الكل نطلقها وفي فيديو جديد ان شاء الله